أظهرت دراسة استقصائية أجراها مركز أمريكي للأبحاث أن نسبة كبيرة من العرب الذين يعيشون داخل كيان الاحتلال يواجهون الكثير من التمييز وأن حوالي نصف اليهود الإسرائيليين يوافقون بشدة على طرد العرب بالرغم من أنهم أصحاب الحق بالأرض التي سلبت منهم ولازالوا متمسكين بها على الرغم من كل ما يعانون كما أظهرت الدراسة عمق حالة الخلاف بين مكونات كيان الاحتلال والتمييز الكبير الذي يطال كافة مكونات المجتمع اليهودي المزيد في تقرير على الطويل أظهرت دراسة أن حوالي ثمانية من كل عشرة عرب يعيشون داخل إسرائيل يعتقدون أن الكثير من التمييز بات قائما ضد المسلمين في حين يعتقد ذلك 21% من اليهود الإسرائيليين ولفتت الدراسة إلى أن الغالبية العظمى من العرب داخل إسرائيل باتوا يشهدون الكثير من التمييز ضد المسلمين وصرحت ثلث المسلمين أنهم واجهوا على الأقل حالة تمييز واحدة خلال الأشهر الماضية التمييز داخل المجتمع الإسرائيلي لا يستهدف العرب وحدهم بل يطال حتى اليهود أنفسهم على اختلاف تركيبتهم المجتمعية والدينية ويعتقد 25% من اليهود أن هناك الكثير من التمييز ضد النساء وفقط 9% منهم يعتقدون أن هناك الكثير من التمييز أيضا ضد اليهود العلمانيين ويعتقد 21% من العرب الذين استهدفتهم الدراسة بأن اليهود العلمانيين يواجهون الكثير من التمييز وأظهرت الدراسة أن المسلمين يميلون أكثر من المسيحيين داخل المجتمع الإسرائيلي للاعتقاد بأن التمييز الذي يواجهونه سببه هويتهم الدينية فمن بين المسيحيين أفاد حوالي واحد من كل خمسة أشخاص بالغين أنهم واجهوا شكلا واحدا على الأقل من أشكال التمييز خلال السنة الماضية وفي جانب متصل أظهرت الدراسة أن حوالي نصف اليهود الإسرائيليين يوافقون بشدة على طرد العرب من إسرائيل فقد وجه المركز سؤالا لليهود الذين شملهم الاستقصاء عما إذا كانوا يوافقون بشدة أو لا يوافقون فكانت النتيجة أن حوالي ثلثة اليهود الإسرائيليين يوافقون بشدة على طرد العرب أو ترحيلهم من إسرائيل وواحد وعشرون بالمئة يوافقون فقط بينما هناك نسبة مشابهة تعارض وهي تسعة وعشرون بالمئة أو تعارض بشدة بنسبة سبعة عشر بالمئة ويميل المتدينون بالأخص لتأييد طرد العرب ويعتقد حوالي سبعة من كل عشرة أشخاص بأنه يجب ترحيلهم أما العلمانيون فهم يميلون إلى الاتجاه الآخر فغالبيتهم أي ثمانية وخمسون بالمئة لا يوافقون على وجوب طرد العرب من إسرائيل وخمسة وعشرون بالمئة من العلمانيين اليهود لا يوافقون على هذا بشدة المركز نشر دراسة مفصلة أكد من خلالها وجود خلافات عميقة داخل المجتمع الإسرائيلي تمتد إلى الطوائف اليهودية المتعددة وليس فقط بين اليهود الإسرائيليين والأقلية العربية وبلغت بالمطالبة بالفصل بين الرجال والنساء حتى في المواصلات العامة